السلام عليكم ونحبكم مشاهدينا إلى القسم الثاني في نافذة الليلة والبداية مع الشأن الفلسطيني وبالتحديد من غزة وقصة سشهاد الشاب هاني أبو حشيش في العدوان الإسرائيلي عام 2014 والتي لم تغب أحداثها عن مخيلة شقيقه محمد فكرس وقته بحكم عمله في الفن التشكيلية لإنتاج عمل يجسد أطراف الشهداء التي فقدت بالحرب وأطلق الفنان المتخصص في النحت وتصميم المجسمات والأعمال التركبية منتصف عام 2015 أطلق مشروع كرامات لحفظ كرامات الشهداء باستخدام خام يليق بهم فأنتج أعمالا فنية تحاكي أطراف الشهداء من شمع العسل وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه المادة بأعمال فنية مماثلة الزميلة غاليا حمد مرسلتنا في غزة تلتق الفنان محمد أبو حشيش وهو يحكي هذه التجربة إليك غاليا نعم شكرا جزيلا لك سالم نحن الآن في بيت وفيها أيضا ورشة الفنان محمد أبو حشيش في منطقة المغازي شرق قطاع غزة هذه المنطقة التي استشهد فيها شقيقه هاني شرقي حي المغازي هنا أو شرقي مخيم المغازي ما شكلت هذه الحادثة نقطة تحول هامة لديه في حياته عموما وفي حياته الفنية والمهنية حيث أن شقيقه الذي دفن بلا أطراف أوحى إليه بأن يشكل من شمع النحل أطرافا لتخلد هذه المأساة التي عاشها هو وعائلته بداية سيكون معنا الفنان محمد لو تفضلت هنا نرحب بك معنا ونشاهد هذه الأعمال الفنية التي أطلب إليك أن تحدثنا بشكل أكبر عن تفاصيلها أهلا وسهلا فيكي أعطوك العافية طبعا هذه المجموعة كنت مسميها مجموعة أطراف الخلية أنت جت في معرض الأخي القرامات كنت بتكلم عن هذه المجموعة عن أطراف لشهداء استشهدوا في الحرب الأخيرة على غزة وفي حروب في أماكن متفرقة بأيدي كمان عن غزة ما كنتش يعني بس بدل تحديد بتكلم عن قضية شخصية تعرضنا إلها يعني في الأسرة استشهدها أنا أخوي لما كان بدون أطراف دفننا فهذا كان نقطة بداية المشروع فأنا بتكلم في هذا الجانب عن أطراف لناس استشهدوا في الحروب دون أن تدفن هذه الأطراف معهم فهذا كانت نواة المشروع وهذا كانت المخرجات من شمع النحل محمد هذه القصة أو هذا المعرض وهذه الأعمال الفنية التي بدأت بقصة شخصية من الواضح أنها أيضا انطلقت إلى الحديث عن الحالة العامة نستطيع أن نرى أطراف لأطفال وأطراف صغيرة من المؤكد أنها لم تكن لله الحمد في بيتكم ولكنها كانت في قطاع غزة طوال تلك الحرب المأساوية التي مرت على قطاع غزة يعني بعد حادثة ورحيل شقيقك هل كانت هناك نقطة تركيز واحدة وأساسية ربما بالنسبة إليك الأطراف بالنسبة للشهداء صحيح هو موضوع الأطراف يعني حكيت لك أنه موضوع بالذات شخصي بتعلق بجثة يعني لما استشهد كان بفقد الأطراف فكمان فيها رمزية للأشلاء اللي ما اندفنت مع الشهداء فيه ناس اندفنت بدون رأس بدون فيه أجساد كمان ما اندفنتش فأنا كنت برمز عن يعني في الأطراف هاي برمزية للجسد كله وبسلط الضوء على هذه القضية بس أنا حبيت أخرجها بشكل يعني فني من ناحية الشكل المقراج اللي التكنيك الخام اللي استخدمتها وفيما يتعلق بالخامة أريد أن أسألك عن سبب اختيارك لشامع النحل شامع النحل يعني هو مادة جديدة أول مرة أحدا باستخدمها في إنتاج أعمال نحتية بالشكل هذا غير هيك إنه مادة بلونها قريب من لون البشرة وهي مادة يعني عضوية حية فلهيك حبيت أستخدم هذه المادة بعدين فيها نوع من المعاصرة في شكلها في سداسة اللي موجود فيها مادة فيها من التجديد ممكن ندعم العمل الفنوي قوي وماذا عن الرسالة التي في هل في هذه المادة أيضا رسالة فيما يتعلق بأرواح الشهداء وأطرافهم التي ربما دفنوا بدونها بالتأكيد طبعا هي مادة إحنا دائما نستخدمها للعصر نستخدمها يعني لأشياء كفيها نوع من الترف في الحياة وللأنتاج أشياء بعيدة نوعا ما عن الموضوع اللي أنا بشتغل فيه كمان هذا التناقض ممكن يخدم المشروع بنظري فالرسالة إن شاء الله يعني بتكون واضحة وبتوصل إن شاء الله للمشاهدين وإحنا عرضنا يعني المعرض هذا كان في شهر عشرة في 2016 والحمد لله كان يعني لقى رواج كبير كتير يعني والحمد لله موضوع هل لك أن تحدثنا محمد عن أهم القصص التي أوحت إليك بتشكيل هذه الأعمال النحتية قدم الطفل التي نستطيع أن نراها وهي مقلوبة رأسا على عاقب وهذه اليد الصغيرة التي تحضنها يد أكبر ما هي أهم القصص التي شكلت إليك الوحي لهذه الأعمال النحتية الحرب لما صارت وبدأ يعني بدأت اللي بيوت تنزل ما كانش الناس يعني يوقفوا حياتهم عساس يستنوا الصاروخ لما ينزل أو كانت على بغتة تيجي ففي لقطات كتير من الحياة أنا حبيت يعني أتناولها وأخذها لا بالضبط أجمدها على حالتها شخص ماشي إنسان بيشتغل بيعمل يد بتدعي مرفوعة بوضعية معينة شخص بيحتضن طفل هاي كلها حالات يعني إحنا بالمرسة أو يعني لحظات بالمرسة دائما في حياتنا فلما صارت الحرب أنا حبيت زي ما تفضلت أجمد بعض اللحظات في الحياة يعني أطرعها في هذه القدم تبدو بأنها تعود من خلال حجمها لرضيع وليس طفل أيضا بالضبط أكيد يعني الحرب ما خلتش والصواريخ لما كانت تنزل على بيوت ما كانتش تختار الكبير وتسيب صغير فكان كتير كل مستهدف كل الفئات الطفل الصبية البنت الشاب ما كانش حدا مستثنى من هذا القصف محمد متى ستعرض هذه الأعمال الفنية والمنحوتات في معرض يهدف لإيصال هذه الرسالة بشكل أكبر وأقوى بصراحة أنا يعني بتوصل مع أكثر من جهة في الضفة الغربية لأنقل المعرض هذا إن شاء الله هناك وإن شاء الله أتمكن من نقله وبعد ذلك رح حاول إن شاء الله أنقله لدول أوروبية وبلدان عربية تانية لأنه المعرض مش هيقف على بس غزة لأنه أهل غزة شافوا هذه الأمور على حقيقتها وأنا كمان الفئة المستهدفة العالم مش قطاع غزة يعني هذا بالضبط أنا يعني بدي أعكس معاناة أهل القطاع للعالم برا هذا الهدف من وراء المشروع محمد دعنا نتحدث عن التفاصيل الصغيرة لهذه المنحوتات هذه الورشة الصغيرة مساحتها أمتار فقط أنت تعمل فيها لإنجاز هذه المنحوتات الجميلة ألا يشكل هذا واحدة من ربما العوائق مجموعة العوائق التي تواجهها أكيد طبعا الإمكانيات هيكلها في إطار الإمكانيات المادية اللي ممكن يعني تساعد في إكمال مسيرة الفن بالنسبة للفن وأن هذا العمل هو مجرد هواية تتحدث أو هي متعلقة بموهبتك الأساسية إضافة إلى عملك كمدرس للفن صحيح؟ بالضبط ويعني نشاط الفني جزء ثاني من حياتي يعني في عندي جزء كبير بروح من نهار ووقتي في التدريس ويدوب أخطف ساعات قليلة من اليوم لأنه أنجز هذه الأعمال هذه مشكلة طبعا وفيما يتعلق بالجزء الذي تخطفه من الوقت هناك جزء آخر أيضا تخطفه من مرتبك أيضا لشراء المواد صحيح؟ بتأكيد صحيح مشكلة المشاريع اللي أنا بنافذها بتكون مولة فهنا إحنا بدنا نضحي يعني الإنسان لما بدي يوصل لهدف ولا بده أن يضحي والفلوس يعني والماد بتيجي لحالة بتيجي هذا مش هدف لكن إن شاء الله بتتحقق كل شي بتحقق أهم شيء إنه أنه الفنان لما بدي نجز عمل يبقى مقتنع فيه ويكون يعني بتضيف إشي لفنه أنا مش بدي أنسخ أو بدي أكرر بدي أضيف إشي لفنه بدي أضيف إشي للساحة الفنية كمان لأنا بعيش فيها والوسط اللي أنا موجود فيه فقديش هذا بدي يكلفني أنا مفكرش فيه المهم إني أوصل للي بديها تتمكن من إيصال رسالتك محمد لو أفصحت لنا عن النية المستقبلية المتعلقة بهذه الأعمال الفنية والمنحوتات قلت لنا بأنك ستوظفها بطريقة أخرى هل لك أن تخبرنا والمشاهدين عندي كتير يعني أفكار لتكبير هاي الأعمال عندي يعني مشروع إن شاء الله بشتغل عليه بدي أستخدم كمكعبات من الحديد ضخمة هاي كمان السهدفات في الحرب بدي أحاول أكبر هذه الإيدين بنفس المادة هيكون يعني وفترة عرض بسيطة للمشروع لكن هذا بيخد مني كتير وقت بيخد كتير جهد وتكاليف كمان بدرس الموضوع إن شاء الله ولكن في يوم من الأيام لابد أن أعرض هذا المشروع إن شاء الله وهذا بشغل عليه إن شاء الله أنا سألتك في نقطة متعلقة بشمع أنه هل أنت قلت لنا أنك ستخرجها من إطار المنحوتة الجامدة إلى إعادة إحياء الشمع بطريقتك الخاصة بالضبط هذا الموضوع بدي أنا أخذ الأطراف وبدي أروح أحطها في مكان النحل بالضبط وين في خلايا النحل بدي أحط كل قطعة فوق خلية النحل المكعب الأبيض اللي بداخله النحل وبكون العسل بداخله فأنا بدي أشوف كيف تفاعل النحل مع هذه الأطراف وكمرحلة استمرارية لهذا لنفس المشروع يعني فيه كمان لسالة تانية بعدين إن شاء الله بنتكلم عنها وبنوضحها إن شاء الله فوق إعادة إحياء هذه المنحوتات بطريقة جديدة وخاصة لكن ماذا تريد أن تقول بجعل هذه الأطراف تمتلئ بالعسل ماذا تريد أن تقول في الواقع إنه لما الأطراف هاي تكون في الهوى وتكون معرضة للشمس فيبتتحلل وما بتعرفي شو بصير شو مصيرها ما بتعرفيش ممكن حيوانيا كلها طبعا تتحلل بالتربة ما بتبينش خلاص بتتلاشها بتنتهي ولكن أنا اللي بدي أحكي إنه هاي الأطراف راح تضلها محافظة على شكلها محافظة على قيمتها وكمان العسل بزيدها يعني بزيدها دلال زي ما بنتكلم إنه هاي الأطراف بتضلها لا بد إنه يكون يعني مكان هالعسل ويعني نحافظ عليها بهاي الطريقة يعني إحنا كما ممكن بعد ما يتكون عليها العسل وتشكل إحنا نعيد عرضها في مكان تاني فأنا بأشوف إنه الأطراف هاي مش لازم تترك وتتحلل فالصورة اللي لا بدنا تظهر فيها إنه يكون فيها العسل والحياة والأشياء هاي على رغم من أنها بوترت وفصلت عن أجساد أصحابها إلا أن إعادة تشكيلها بهذا الشكل يعيد إليها الحياة بالإضافة إلى الأفكار الخلاقة التي تحدثت عنها أشكرك جزيلا الفنان الفلسطيني محمد أبو حشيش وقد سمعنا وإياك زميلي سالم والمشاهدين الكرام هذه الرسائل التي يحاول أن يوصلها من خلال معاناة مر بها هي هو وعائلته من خلال جثة شقيقه الشهيد هاني الذي دفنوه بلا أطراف وهذه كانت واحدة من أشد أوجه المعاناة التي مر بها أهالي قطاع غزة خلال الحروب على قطاع غزة الثلاث الأخيرة وأيضا خلال الحرب 2014 التي امتدت لخمسين يوما وحصدت خلالها أكثر من ألفين روح في قطاع غزة بالإضافة إلى مآس لا يمكن أن تمحى حتى وإن طالت السنوات إليك زميلي سالم شكرا لك يا الزميلة غالي حمد مرسلة الجزيرة مباشر في قطاع غزة وبالتأكيد من رحم المعاناة تولد العديد من الأفكار المبتكرة نشكر أيضا الفنان محمد محسين شكرا جزيلا الله أنا الفنان محمد أبو حشيش عفوا شكرا جزيلا الله أنا في ذا مستمرة وبعض الفاصل نتابع لقاءا مع جيف هالبر نشط الإسرائيلية حال المشاركين في مؤتمر إسرائيل وخرقات القانون الدولي اشتركوا في القناة